أهلا بكم أنا فتى تم توليدي بالذكاء الصناعي على يدي صانع المحتوى أيمن بي نصرا ومالك قناة أسرار الأرباح السلام عليكم شباب ومرحبا بكم في حلقة جديدة أصبح إنتاج الفيديوهات القصيرة بالذكاء الاصطناعي من الاتجاهات الرائجة في مجال صناعة المحتوى الرقمي يعتمد هذا النوع من الانتاج على استخدام التقنيات الحديثة في الذكاء الصناعي لإنتاج مقاطع فيديو قصيرة ومتميزة وفريدة من نوعها تتيح هذه التقنيات للمبدعين والمسوقين والمنتجين إمكانية إنتاج فيديوهات قصيرة عالية الجودة بطريقة أسرع وأكثر كفاءة كما يمكن للذكاء الصناعي توليد المحتوى الإبداعي الجديد والفريد من نوعها في هذه الحلقة سوف تتعلم كيفية إنتاج الفيديوهات القصيرة أو الفيديوهات بصفة عامة باستعمال موقعين للذكاء الصناعي وسنتطرق في هذا الفيديو إلى محورين المحور الأول سوف يكون التعرف على الموقع الأول العامل بالذكاء الصناعي وهو توليد الشخصية أو توليد صورة الشخصية مثل ما رأيتم تلك الفتيات التي تتحدث ثم أيضا التعرف على الموقع الثاني وهو أيضا عامل بالذكاء الصناعي وسنقوم بتحميل صورة الشخصية عليه وسنجعلها تتحدث بأي لغة نريدها المطلوب منكم شباب هو مشاهدة الحلقة من الأول للآخر حتى تتعرفوا على هذه الأدوات ولأننا أيضا في شرحنا نعطيكم العديد من النصائح للعمل بهذه الاستراتيجية لنذهب للشرح هذا هو الموقع شباب الذي استعملته في توليد الشخصية التي شاهدتمها في الفيديو هذا الموقع اسمه lexica.art هو موقع عامل بالذكاء الاستراتيجية مثله مثل متجرني الذي قمنا بشرحه على القناة كل هذه الصور قامت أشخاص بتوليدها على هذا الموقع صور تعتبر جميلة هذا الموقع شباب هو موقع مدفوع لكن به نسخة مجانية لو ذهبنا هنا إلى account تلاحظون أن الخطة الأولى بثمانية دولار والثانية بأربع عشرين دولار والثالثة بثمانية وأربعون دولار لكن عند تسجيلك في هذا الموقع سيسمع لك بتوليد مئة صورة يعني أفضل من متجرني الذي يسمع لك بتوليد خمسة وعشرون صورة فقط وأيضا إذا أردت استعماله بالمجان تستطيع ذلك وذلك بتسجيل حساب جديد ببريد إلكتروني جديد وستتحصل على مئة صورة أخرى إذا ذهبنا هنا إلى history أو التاريخ سترون أنني ولدت الكثير من الصور كما تشاهدون هنا لأنني كنت أعمل على هذا الموقع واليوم سأقوم بشرحه لكم بعد تسجيل الحساب في هذا الموقع وتسجيل الحساب سهل جدا كل ما عليك فعله هو الذهاب هنا إلى general نضغط عليها هذه هي الشخصية التي ولدتها في الفيديو كما تشاهدون وقد ولدت معها ثلاثة صور أخرى وأنا قمت باختيار هذه الشخصية ولتوليد صورة كل ما عليكم فعله هو وضع وصف الصورة في هذه الخانة أما في هذه الخانة تستطيع وضع الأشياء التي تريد استبعادها من الصورة الخاصة بك في هذه الخانة ستجدون حجم الصورة تستطيعون وضع حجم الصورة من هذه الخانة هكذا كما تشاءون تريدونها مربع أو مستطيلة إلى غير ذلك أيضا شباب تستطيعون تحميل الصورة من هنا وسناعة صورة أخرى مشابهة لها إذا ضغطنا هنا على سبيل المثال وقمنا بتحميل هذه الصورة ننتظر قليلا حتى تحمل الصورة هنا لاحظوا هنا تم تحميل الصورة إذا ترجمناها إلى اللغة العربية شاهدوا هنا قم بإنشاء صورة مماثلة يعني نستطيع توليد صورة مماثلة لهذه الصورة مع إضافة بعض الوصف إذا أردتم تغيير في هذه الصورة أيضا شباب تستطيعون تحميل صورة الشخصيات على سبيل المثال أنا هنا قمت بتحميل صورة الترام وقمت أيضا بتحويلها عدة مرات كما تشاهدين للعمل عليها الآن شباب سنذهب ونقوم بتحميل الشخصية التي سنستعملها في الفيديو معك أقوم بحذف هذه وأضع هذا الوصف هو وصف لشخصية فتاة قمت بوصفها لإستعمالها في الفيديو أضع الوصف هنا وأقوم بالضغط على جينيري أنتظر قليلا حتى ينتهي وهنا كما تشاهدون قام بتوليد أربع صور أنا على سبيل المثال سأختار هذه الصورة أيضا إذا أريد صور أخرى مشابه لهذه الصورة التي قمت بتوليدها الآن كل ما علي فعله هو الضغط هنا وسيقوم بتغيير الصورة أيضا إذا ضغطنا هنا يعني أننا نريد أن نولد صور مشابه لهذه الصورة بدقة أخرى وبالضغط على هذه العلامة هو أنكم تريدون صورة أكبر من هذه الصورة لكن في نفس الشكل سنضغط على سبيل المثال هنا لنرى وكما تشاهدون شباب قام بتوليد أربع صور أخرى مشابه للصورة التي اخترناها هذه الصورة إلى هنا واضح شباب في توليد الصور تستطيعون الإبداع بالوصف وتحسيل صور جميلة وجميلة جدا نحن شباب نعطيكم الأدوات للعمل وأنتم عليكم بالإبداع وبتطوير من أنفسكم ومن أعمالكم وبإذن الله ستربحون المال من الأنترنت ويصبح لكم مشاريع ممتازة وممتازة جدا على الأنترنت من هذه المواقع كل ما عليكم هو تشغيل الجمجمة قليلا والتفكير خارج الصندوق أنا شباب سأقوم باختيار هذه الصورة الرابعة وسأقوم بتحميلها سأقوم بالضغط عليها هنا وبعد ذلك سأقوم بتحميل هذه الصورة سأضعه على سطح المكتب وهذه هي الصورة الخاصة بنا التي سنقوم بالعمل عليها في المحور الثاني والموقع الثاني الشباب والعامل أيضا بالذكاء الاصطناعي هو deid.com هذا الموقع الذي سنضع عليه الصورة وسنجعلها تتحدث بأي لغة نريدها أيضا شباب هذا الموقع مدفوة لكن به خطة مجانية لو نذهب هنا إلى برايسينج نضغط عليها تلاحظون هنا أنه توجد خطة مجانية وخطة أخرى بـ 5.99$ وخطة أخرى بـ 49$ و 299$ وهذه الخطة هي خطة إذا أردت الاتصال معهم حتى أيضا تستطيع تغيير العلامة المائية الموجودة في الفيديو إلى العلامة مائية خاصة بكاو ونحن شباب سأريكم كيف نستطيع حرف هذه العلامة المائية وأيضا وضع الشعار الخاص بنا الخطة المجانية شباب تقدم لنا 5 دقائق فقط من فيديو نستطيع استعماله يعني نستطيع استعمال فيديو بـ 5 دقائق وهذه الخمسة دقائق إذا قسمناها على الفيديوات القصيرة التي مدتها أقل من 60 ثانية نستطيع إنشاء خمسة أو ستة فيديوات وبعد ذلك الطريقة معروفة لأخذ حساب جديد وأخذ خمسة دقائق جديدة وللتجيل في هذا الموقع نضغط هنا على Free Trial نضغط عليها وبعد ذلك نقوم بوضع البيانات الخاصة بنا وبعد ذلك نسجل الحساب والطريقة سهلة هذا هو حسابي شباب وهذا هو الفيديو الذي أنشأناه ولنبدأ في إنشاء الفيديو نذهب هنا ونضغط على Create Video هنا كما تشاهدون توجد العديد من الشخصيات وهي شخصيات خاصة بالموقع وهنا تلاحظون أنني حملت صورة هذه الشخصية يعني نستطيع تحميل صورة شخصية من هنا نضغط هنا ونقوم بتحميل صورة الشخصية الخاصة بنا وكما تشاهدون قمنا بتحميل الصورة بعد ذلك نتحول إلى هذه الخانة هنا يجب علينا وضع سكريبت أو النص الذي ستقرأه هذه الشخصية ومن هنا في هذه الخانة نستطيع وضع اللغة التي نريدها إذا ضغطنا هنا لاحظوا كم من لغة نستطيع وضعها وشاهدوا هنا في اللغة العربية كم من لهجة توجد في هذه اللغة بالنسبة إلى اللغة العربية شباب يجب عليكم تشكيل النص الذي ستضعونه هنا في مكان السكريبت حتى تستطيعوا هذه الشخصية قراءته بصورة أفضل وفي هذه الخانة شباب تستطيعون وضع جنس القارة هل تريدونها أنثى أم ذكر وأيضا الإسم والتستطيعون سماع الصوت ووضع الصوت الذي تريدونه كما سنرى عمليا بعد قليل أما في هذه الخانة شباب تستطيعون وضع الأنمات يعني القراءة كيف تكون قراءة لشخص فرح أو قراءة لشخص حزين أو غاضب إلى غير ذلك إذا قمنا بترجمتها إلى اللغة العربية شاهدونا غاضب مبتهج حزين متحمس خدمة الزبائل نشرة الأخبار محادثة مساعد يعني شباب تستطيعون وضع النمط الذي تريدونه الآن شباب سأقدم لكم فكرة كيف تستطيعون الربح من هذه الصورة أو من هذا الفيديو الذي سنقوم بإنشائه وتوجد شباب كما كنا العديد والعديد من الأفكار تستطيعون العمل بها ذهبت إلى التشات جي بي تي والتشات جي بي تي أيضا العامل بالذكاء الاصطناعي وقمنا بنشر العديد من الحلقات على منصة التشات جي بي تي وطلبنا منه أن يكتبع لنا سكريبت لفيديو من ثلاثين ثانية حول موضوع ثلاثة نصائح لتجنب الشيخوها عند المرأة فكتب لي هذا النص كما تشاهدون وقمت بترجمته هنا لاحظوا شباب هنا توجد دائما في السكريبت على سبيل المثال هنا لقطة افتتاحية لإمرأة ذات تعبير قلق التعليق الصوتي هل أنت قلق بشأن أثار الشيخوها على بشرتك فيما يلي ثلاثة نصائح بسيطة لمساعدتك في الحفاظ على مذهب الشاب يعني لحن علينا بحذف كل هذا المقطع لقطة افتتاحية لإمرأة ذات تعبير قلق والتعليق الصوتي ونترك هذا لتقرأه الشخصية يعني علينا بتنظيف هذا السكريبت أنا سأقوم بتنظيف هذا السكريبت وأعود إليه الآن شباب بعد تنظيف النص وترك ماذا نريد وحذف ماذا لا نريد سنضع النص الخاص بنا هنا لاحظوا هنا شباب النص بانتظام الفقرة الأولى الفقرة الثانية الثالثة الآن سأترك في الأنجليزية الولايات المتحدة الأمريكية سأختار الشخصية هنا جاني على سبيل المثال وهنا النمط سأختار متحمص الآن سأقوم بسماع الصوت ممتاز النص ممتاز شباب أستطيع استعماله أيضا شباب أستطيع تحميل ملف صوتي من هنا إذا أردنا تحميل أي ملف صوتي خاص بنا في هذه الخانة هنا نستطيع إضافة فاصل على سبيل المثال بين هذه الفقرة وهذه الفقرة نستطيع إضافة فاصل من 0.5 ثانية لكن نحن لا نريد إضافة أي فاصل إذا أردنا تغيير الصوت شباب نضغط هنا ونقوم أيضا بإختيار صوت آخر على سبيل المثال هذا نقوم بالاستماع أختار صوت آخر سأختار مونيكا سأقوم أنا بتوليد الفيديو لاحظ طول هذا الفيديو من 1 دقيقة فاصل 0.1 يعني لا أستطيع استعماله كشورتس ماذا علي فعله شباب هنا قمت بتغيير النص شباب وأيضا قمت بالرجوع إلى الصوت لجيني لأن لجيني توجد بها الأنمات أما بعض الأصوات الأخرى لا تستطيع وضع الأنمات وأنا أريد نمط متحمس سأسمع الآن ممتاز الآن سأضغط على توليد الفيديو لأرى مدته وكما تلاحظون المدة 54 ثانية يعني أستطيع استعمال هذا الفيديو كشورتس أو كفيديو قصير أو كفيديو على التيك توك وأيضا هنا توجد العلامة المائية وسأريكم كيف نستطيع وحضف هذه العلامة أيضا شباب هنا الاعتمادات سيبقى لي أربع من الاعتمادات فقط سأقوم بتوليد الفيديو شاهدوا شباب هذا هو الفيديو الخاص بنا سنقوم بتشغيله ممتاز هذا الفيديو نستطيع استعماله الآن إذا أردنا تحميله سنضغطنا على تحميل الآن شباب ماذا علينا فعله لتحويل هذا الفيديو لفيديو شورتس أو فيديو قصير أو فيديو للتيك توك كل ما علينا فعله هو تحميل هذا الفيديو على موقع كانفا وتغيير الحجم الخاص به سأريكم كيف تتمها العملية وأيضا بالنسبة إلى موقع كانفا قمنا بشرحه عديد من المرات على قناتنا في اليوتيوب هذا هو موقع كانفا شباب سنضغط هنا على قم بإنشاء تصميم وبعد ذلك نبحث على فيديو تيك توك نضغطه عليه ونتحول هنا إلى صفحة العمل كما تشاهدون نضغط هنا على أم بورتي أم بورتي ديفيشي فنقوم بتحميل الفيديو الخاص بنا بعد تحميل الفيديو نضغط عليه فيتحول إلى هذه الصفحة الآن نقوم بتكبيرها على الصفحة هكذا ثم هكذا ممتاز تلاحظون هنا أنه يوجد حرف من العلامة المائية ظاهر على الفيديو سأقوم بتكبيري قليلا هكذا ممتاز هذا هو الفيديو الآن أقوم بالتشغيل لاحظوا هذا هو الفيديو الخاص بنا فقط شباب نستطيع الآن تحميله نضغط هنا على بورتي جي وبعد ذلك تلي شارجي وبعد ذلك تلي شارجي للفيديو بعد ذلك الشباب تستطيعون نشر هذا الفيديو على صفحات التكتوك والري الفيسبوك واليوتوب شورتوس وبالنسبة لليوتوب شورتوس في المدة الأخيرة منصة يوتوب فعلت الربح على الفيديوهات القصيرة يعني تستطيعون الربح من الفيديوهات القصيرة بإنشاء قناة على اليوتيوب أيضا تستطيعون الترويج لمنتج يخص البشرة بما أن هذا الفيديو يتحدث على الجمال والشفوخة والبشرة ومنصات التسويق بالعمولة موجودة كثيرة وكثيرة جدا تستطيعون وضع رابط للتسويق بالعمولة الخاص بكم أسفل هذا الفيديو وكما قلنا شباب عليكم بتشغيل الجمجمة قليلا وستجدون الكثير والكثير من الأعمال والطرق التي تستطيعون ربح منها المال عبر الأنترنت إلى هنا شباب أتمنى أن يكون الشرح واضح كما أتمنى أنكم استفدتم من هذه الحلقة وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله